أما الرافر نيو فالسنة دي كمان كان عنده جولة عربية نكحة جدا فقدم أربع حفلات لجمهوره العربي ودعنا قبليته وسألته عن سر صفره الكتير للبلاد العربية لكن يبدو أنه تفاجأ بالجو هاي المرة ومتوقع أنه خارج لكن هالشي ما منعه يقدم أحلى الهيتس اللي نعرف فيها لهيك قرار يطلب من جمهور دبي يغنوا هابي بيرتدي لزوجته اللي صادف عيد ميلادها فخلال العشر سنوات الماضية أمتعنا نيو الحائز على مجموع جوائز رمي هل تذكر الأمتعات صرف على هاتفينه بإذنك كيف تدعنا بميumba؟ الخلال للمرقمي كان بالفعل لذلك أكمل واشتغل مع كبار النجوم مثل بريانا 50 سنت حتى سيلين ديون وليو معروف بأنه ستايلش وأزياءه بتشبه أغني وشي واحد دايما بميزه ومش بس أزياء أغني ومش بس أزياءه اللي بتميزه فعنده شي مختلف بصوته وأنا عرفت عليه ومشتغل معروف بأنه ستايلش ومشتغل معروف بأنه ستايلش نيو بيحضر مجموعة أغاني بمواضيع جدية هالمرة رح تكون ورح يحكي عن العنصرية موضوع بعيد تماما عن الأغاني اللي دايما بسمعها من نيو اللي بتحكي عن الحب وعن المرأة وأكيد حيكون عنده حفلات جاية كتير وأهمها في لندن اللي حيكون فيها ثمان حفلات في شهر ديسمبر اشتركوا في القناة